بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن حديث من اجل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوا عارفين ان احنا دايما بنأكد ان انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انوار والنور بطبعه ما بينتهيش فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور وجاءنا بالنور وجاءنا بالسراج المنير اللي ننور حياتنا صلى الله عليه وآله وسلم بانوار الوحي المبارك وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم منين لانه نور صلى الله عليه وسلم وعشان كده لما بننظر في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نغوص ونتعمق فيها بغير ان نتوقف ولذلك احنا الحديث اللي بدأنا في شرحه في الحلقات الماضية عن كمل شرحه لانه حديث من اعمدة الحضارة الانسانية وهو الذي يعلم الناس نقاء الشريعة ويعلم الناس كيف يتخلصوا من الاختلاف والشبهات وكيف ان الشرع الشريف يبنى بالاساس على البيان والوضوح وجملة الاشياء التي فيها شبهات واوجدها الله سبحانه وتعالى وجاءها في الشريعة لكي تحرك العقل الانساني في العلاقة وما بين الشريعة وما بين الحياة وقلنا ان وجود هذا الحديث من اهم المعاني اللي بتحرك الاكتهاد وبتحرك التفكير عشان العقل للمسلم والعقل الذي يسير خلف انوار النبي يظل متحررا ويظل منورا الحديث هو حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب احنا شرحنا في الجزء السابق حديث رسول الجزء ده من هذا الحديث الماتع هذا الحديث الواسع هذا الحديث البحر أنا أسمي هذا الحديث هو الحديث البحر ولذلك بعض الناس غرقوا في هذا الحديث غرقوا في الحديث ده لما ما فهموش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد بهذا الحديث أن يفتح السعة والرحمة للناس مش أن يوسع الشبهة فتصبح الشريعة مريئة بالشبهات بالعكس كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنكم رضدتم الشبهات إلى البين لن حلت هذه الشبهات لكن المشكلة أن بعض الناس أرادوا أنه يحولوا الدين إلى رعب فإلا حصل فوقعوا في الحرام ووقعوا في الشبهات النهار دم خصصين الجزء الأول من حلائتنا للكلام عن القسم الثاني الكلام عن الباب الثاني من أبواب أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرة النبي بيقول فيه ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إيه حكيت القلب ده إحنا عندنا إذات بتاعتنا خمس مكونات الجسد والعقل والقلب والروح والنفس تعالوا نقول حاجات مهمة عن هذا المكون الجسد والعقل أدتين أدتين للإدراك بندرك بالجسد المحسوسات بالحواس وندرك بالعقل المعقولات المعلومات اللي هي المعنوية بندركها بالعقل لكن مين بقى اللي بيدرك ومين اللي بيحصل العمدة الكبير كبير الذات أمير الذات القلب ولذلك القلب يا سيدة والقلب والروح متصلين القلب والروح متصلين ويبقى معانا مين يبقى معانا النفس اللي تفضل تسري وتحاول تغوش وتحاول تسود القلب عشان ما يقومش بدوره في أن يتلقى أنوار الله سبحانه وتعالى وعشان كده القلب هو المعول عليه في الجسد طب معول عليه في الجسد ليه؟ ألا إن في الجسد لمضغة شوف العبارة والتعبير إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تحس كده أن في مقدمة في كلام حضرة النبي عشان يبين لك مكانة القلب طب مكانة القلب ده اكتسبها منين؟ القلب هو المعول عليه لأن الله ينظر إليه في الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية أخرى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم إذن القلب ده هو محل نظر الله يعني تستطيع أن تقول القلب وعاء المدد ده القلب ده اللي ربنا بيدي لك المدد فيه والأنوار ولذلك ربنا بيقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور يعني القضية قضية القلب يبقى إذن ده كمان بيقول إن المعول هو القلب بالدرجة إن العمى مش عمى الأبصار ده العمى عمى البصيرة يعني العمى هو عمى القلب مش عمى إيه؟ مش عمى الجارحة العين الجارحة ده عمى القلب وده يبين أهمية حفظ القلب واللي بتكون بتلت مراحل نركز شوي أي حفظ بيكون بيمر تلت مراحل والقلب محتاج التلت مراحل دي المنع أمنع يعني أعمل وقاية والدفع لو حصلت إصابة للقلب أو حصلت تسويد للقلب أو حصل شيء حاول أدفع ده والرفع لو حصل بقى أن القلب حصل له سواد أحاول أن أنا أطهر القلب وأنا أضفه وعلشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلح الجسد كله يعني إيه؟ صلحة الزات كلها بمكوناتها الخمسة فكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجزء اللي هو الجسد وأرد الكل الزات كلها ليه؟ لأن القلب إذا صلح كان الإنسان موصولا بالله سبحانه وتعالى ليه ده كله بقى؟ لأن القلب يا سيدي مستقر القيم القيم دي لو أنا بعرفها كده بتعريف المحبة والإقبال على الله عارف القيم هي إيه؟ قذفة من نور الله في قلب العبد الصدق والجمال والنزاهة والتعاون والمحبة أنوار لله سبحانه وتعالى في هذا القلب لأن الله لما ينظر إلى هذا القلب يملاب القيم وعشان كده لازم نعلم أولادنا أن القلب دايما لازم يكون في حالة صلاح ولازم نعلمهم شوية أمور تكون يحفظ بها القلب من الإيه؟ من المكان